يعد عم الجلالي مع ابنه بلالة إلى منزله المعزول بمنطقة وادي السكومة بقرية الزاوعة بعد رحلة علاج طويلة أنهكت جيبه وهو إنسان فقير لا يملك حتى قوت يومها والسبب هو داء لشبانيوزا الذي أصاب بلالة وتفشى في العشارات من أخرانها أصبع ندير السطف خاطرات نمشي منا لطريق وضع ربع كيلو خاطرات نمشي منا كل يوميا يوميا نمشي نهار ويزوه لا كرس الشفاء لما يخد يمي عادي لتعكبار دوك تأس المكان والله ما تسع حايا هيا ديسوا رطبهم قدوا قالوا قالوا هذي هذا موسي دالوا تشيكي مياو خمسي داني الطبيب داني خصار تقصر بخاري ايه بقى شرحنا هذيكا تقلل 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 ايه ذرعب اللبري احني بقى شعالت ملا من شكا شعال ثلاثين ثلاثين شكا ايه وين تكملتهم كملتهم لليونك اليوم كملتهم ايه اكثر من مئة شخص مصاب كحاصلة اولية والرقم مرشح للارتفاع وعملية التحسيس بالداءة تبقى نجاعتها نسبية مقارنة بتزايد عوامل المرضى حنا كيبا كيفاش نصارع هاد بليزان سيكتيسيد هادوك اللي هادوك اللي هادوك شو اللي في الليل كيقتلوهم بالصح ماشي غني هوا ما برك هما راحوا ماتوا يعودوا يقول لي خطر عده نحيط متى ما زالوا متقوبين زبا ما زال يضور لقد سجلنا اكثر من مئة حالة بالمنطقة الجنوبية بستعزيز والشابونية والبائش وما زال الحالات يعني في طريق الاحصاء ندق ونقص الخطر ونطلب من الصلاة المعنية التكفل بها بالمرضى خاصة المتمدرسين وتقريب المصالح الطبية يعني من المواطن يعني وجدنا حالات يعني تنقلوا يوميا إلى قصر البخاري وإلى البروغية حتى إلى المدية لأخذ تحاليل وهذا ما يرهق المواطنين الفقارة بهذه المنطقة انتشار القمامة والحيوانات الظلة عوامل ساهمت في تفشي هذا الداء بضائرة الشهبونية والمناطق المجاورة لها وعدم التدخل العاجل لاحتوائها قد يضع الصحة هؤلاء على المحكة